بدأها المالكي ونفذها العبادي وختم مأساتها عبد المهدي هي قصة مأساة مدينة الموصل عبر الحكومات الثلاث شرارة الحرب كانت بإعاز من نور المالكي واستعار نار الحرب كان بتنفيذ حيدر العبادي حتى تركها خرائب وأطلالا غفل عنها الحاكم الجديد عاد العبد المهدي وكالة بلوميرغ الأمريكية في تقرير حديث لها تحمل عاد العبد المهدي مسؤولية بقاء مدينة الموصل مدمرة بلا إعادة إعمار وتوضح أن المانحين الدوليين سحبوا أيديهم من إعمار المدن المدمرة في العراق وعلى رأسها الموصل بسبب عدم جدية الحكومة في ملف الإعمار المانحون الدوليون تعهدوا بمئات المليارات من الدولارات لإصلاح المدينة حيث قرروا في مؤتمر الكويت الذي عقد العام الماضي منح العراق مبلغ 30 مليار دولار لإعادة إعماره بشكل عام لكنهم لمسوا بعد حين عدم أهلية حكومة بغداد لاستلام تلك الأموال ومباشرة الإعمار بسبب انتشار الفاسدين وسابقيتهم في الاختلاس والسرقة وفوق ذلك كله التعامل مقصود عن حال المدن المدمرة ومأساة أهلها حقيقة أكدها السفير الأوروبي في مؤتمر عقد في مدينة السليمانية الأسبوع الماضي إذ أكد بصريح العبارة أن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في العراق توقفت بسبب فشل الحكومة في وضع خطة عمل حقيقية للموصل من ناحية أخرى تؤكد وكالة بلومبرغ أن لا مبالاة الحكومة بمصير الموصل أفقدت سكان المدينة ثقتهم الكاملة بأي وعود مستقبلية حول إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وصاروا يعزون الإهمال الحكومي إلى تهميش ممنهج يمارس ضدهم دون أي اعتبارات وطنية مفترضة نحو ملياري دولار هي التكلفة اللازمة لإعمار المدينة إلا أن الحكومة خصصت لها من الموازنة 120 مليون دولار فقط مبلغ لا يتناسب مع حجم الدمار ومساحة المدينة ولا مع كون العراق ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في منظمة أوبيك بعائدات تصدير شهرية تبلغ نحو 8 مليارات دولار مفارقة لا تفسرها إلا سياسة أطرت منظومة الفساد بمحددات من الطائفية ترجمة نانسي قنقر